القانون الأول للديناميكا الحرارية هو قانون حفظ الطاقة والذي يدرس العلاقة بين الطاقة الحرارية التي يكتسبها أو يفقدها النظام والشغل الذي يبذله النظام أو المبذول عليه وينص القانون على أن الطاقة تتغير من حالة إلى أخرى ومن طاقة كامنة إلى طاقة نشطة أي إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من صورة إلى أخرى أما عن المبادئ الثلاثة الأساسية لهذا القانون فتتمثل فيما يلي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد وليس العكس الشغل هو صورة من صور الطاقة ويمكن تنثيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية دلتا يو يساوي كيو ناقص دابليو حيث إن دلتا يو هو التغير في الطاقة الداخلية كيو هي كمية الحرارة ودابليو هو الشغل أما عن الحالات الخاصة لهذا القانون فتتمثل فيما يلي أولا ثبوت الحجم وهذا يعني أنه لا يوجد شغل مبذول من أو على النظام وبالتالي تكون قيمة الشغل مساوية للصفر وعليه فإن دلتا يو يساوي كيو وهذا يعني أن أي تغير في الطاقة يكون ناتجاً عن انتقال الحرارة من أو إلى النظام وأحد الأمثلة العملية عليه هو المضخة الحرارية ثانياً ثبوت درجة الحرارة ففي حالة عدم وجود تغيير في درجة الحرارة فهذا يعني عدم وجود تغيير في الطاقة الداخلية للنظام وبالتالي كيو يساوي دابليو وهذا يعني أن أي حرارة تنتقل إلى النظام تستخدم كلياً لبذل شغل وأحد الأمثلة العملية على ذلك هو محرك السيارة ثالثاً عدم انتقال الحرارة فإن كيو يساوي صفر وعليه دلتا يو يساوي ناقص دابليو وهذا يعني حدوث تغير في الطاقة الداخلية للنظام نتيجة لبذل شغل من أو على النظام وأحد الأمثلة العملية على ذلك انتقال الهواء الجوي نتيجة للضغط الواقع عليه رابعاً النظام المعزول دابليو يساوي صفر وكيو يساوي صفر وهذا يعني أنه لا يحدث أي تغير في الطاقة الداخلية للنظام أي دلتا يو يساوي صفر تطبيقات القانون الأول للديناميك الحرارية يوجد كثير من التطبيقات للقانون الأول للديناميك الحرارية في الحياة اليومية ومنها الثلاجات والمكيفات ترجمة نانسي قنقر